الخاص هنا أيضا بالثناية القعدان المحليات الأصائل لأيضا بناء القبائل على أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق والتحدي والإثار مشاهدين ومتابعين الكرام نسير معكم في هذا الانطلاق ونسير في التحدي لذكركم بانطلاقة الفترة المسائية سوف تكون في تمام الساعة الثانية من بعد ظهري هذا اليوم وهجنا أصحاب السمو الشيوخ نسير معكم في الإثارة ونسير في التحدي هنا وصدارة هذا الشوط والمركز الأول من ينطلق على صدارة وعلى المركز الأول الخلاوي هنا على صدارة المحمد بنشطيط بن علي لاجتبي من يأتي على صدارة وعلى المركز الأول يأتي الواعي على المركز الثاني حارب بن يمع بن صميع الفلاسي وهنا شاهين يحيى بن الصغير بن قنون بن يرادة لاجتبي على المركز الثالث بينما المركز الرابع المركز الرابع ويأتينا سراب لسعيد بن حمد بن سلطان أي بن درويش المنصوري رابعا وفي المركز الخامس الرمز عمد بن علي بن حنزاب المري من يأتينا على المركز الخامس بينما المركز السادس المركز السادس سراب خالد بن حمودة بالزفنة الحرسوسي على سادس المراكز وفي المركز السابع المركز السابع عندك يا بن حاذة هنا حشيم أو عبدالله بن حميد بن حارب الشامس يأتينا مع حشيم في هذه الانطلاق وهناك ضبيان مطر بن محمد بن سالم برويس لاجتبي من يأتينا ثامنا بينما المركز التاسع المركز التاسع والمنطلق سلهود محمد بن عبدالله بالطير العامري وعلى المركز العاشر هملوا لبهيان بن عامر بن قانوش العامري من يأتينا الخاطر ولكن هنا 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 سلهود سلهود من يغير على الصدارة على المقدمة على المركز الأول سلهود في صدارة هذا شهود محمد بن عبدالله بالطير العامري على المركز الأول مياز في المركز الثالث ثونى خليفة بالراهج بن سردا لاجتبي وفي المركز الرابع المختبى لسعيد بن محمد بن سعيد بن حمرور العامري ولكن سلام سلام للهير سلام على هذا الأداء الجميلة تهانينا من هذه اللحظات لمحمد بن عبدالله بالطير العامري على فوز هنا سالهود بالمركز الاول سلالة سالهود وانتاجه مرغم هنا على صدارة على المقدمة على المركز الاول يا سلام وتهانين هناك هناك ايضا لعبد الله بن حمد بالطير العامري التهني لك هناك ايضا على هذا الادام الجميل تهانين لمحمد بن عبد الله بالطير على هذا الفوز المركز الثاني من ياسر السيد قليل بن راهد بن صداح المركز الثالث المختبر سعيد محمد بن حمرور المركزة الرابع هملول سعيد محمد بن الخاطري هو هنا وصل ضبيان تبطر بن محمد بن سالم برويس لقتبه وحليس فيل بن حليس من راكد من وصل على المركزة السادس وسابعا لسعيد محمد خيال الطناجي والتوقيت الزمني ثلاثة دقيقة اربعة وعشرين فانقزين من الثانية التوقيت الزمني الذي سجل تحت اقدام سالهو التهانين المحمد بن عبدالله بالطير العامري مياس من اتى على المركز الثاني خليفة بن راهد بن صداح الاجتبي في ثلاثة دقيقة اربعة وعشرين ثانية ثمانية من الأجزاء من الثانية بينما المركز الثالث مشاهدين القرام من وصل هنا على ثالث المراقز المختبرة السعيد محمد بن حمرور العامري في ثلاثة دقيقة ستعشرين ثانية وفاءا وتماما وكمالا